بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة الرابعة من المحور السابع سنتناول في هذا الفيديو المثال الأول التطبيقي للشير فورس انبندي مومت دياروغرام بلوتينج معنا هنا simply supported beam عليها حمل concentrated load في الوسط طول الbeam L والفورس في الوسط على بعد L على 2 مطلوب رسم الشير فورس والبنينج مومنت دياروغرام لهذا الbeam أول شيء مطلوب حساب الرياكشنز ثم بعد ذلك نقسم الbeam إلى sections قبل الفورس وبعد الفورس عملية قطع نظري بمسافة X مثلا على A وهذا لتحديد الفنكشنز طبع الشير فورس والبنينج مومنت دياروغرام القطع النظري ينتج عنه جزء أعليا من مثلا القطع النظري الأول ينتج عنه جزء على اليمين هذا رسمة الفري بادي دياروغرام لهذا الجزء الأول هي كالآتي هذه رسمة الفري بادي دياروغرام على المقطع يطلع معنا إيش؟ شير فورس وبنينج مومنت نطبق قانون الاتزان سيجما F تساوي 0 وسيجما M تساوي 0 فنتحصر على قيمة V شير فورس تساوي P على 2 وقيمة العزم M تساوي P على 2 ضرب X X هي المسافة ما بين السابورت A والنقطة A والسكشن مكان المقطع نمر إلى رسم الشير فورس على الجزء الأيمن اللي هو الجزء AB الجزء AB النقطة A هنا النقطة B هنا النقطة C هنا بما أن V شير فورس كونستانت ثابت بقيمة P على 2 وتكون موجبة أما بالنسبة للفنكشن تبع المومنت فهي معادلة خط مستقيم والX تكون بين الصفر و L على 2 فتجي المكسيموم M تساوي P L على 4 نمر الآن إلى الجزء ما بين B و C هنا A هنا B وهنا C المقطع اللي هنا ثم نأخذ الجزء اللي على اليسار نعمل عليه الفري بادي دياجرام وذلك لتحديد الفنكشنز تبع الشير فورس والمومنت سيجما F تساوي صفر مجموعة الفورس يساوي صفر طبعا الفورس اللي معنا هي الرياكشن معلومة P على 2 ناقص قوة P ناقص V يساوي صفر نيوتن وبالتالي V تساوي ناقص P على 2 وهي سالبة فترسم أنها constant لكنها سالبة بين الB والC هنا A هنا B هنا C سيجما M تساوي صفر عند المقطع سيجما M تساوي صفر عند المقطع هنا عند المقطع معانا M العزم ومعانا P ضرب X minus L على 2 هذا طبعا عزم الفورس P بالنسبة للمقطع المسافة هنا هي كم هي X ناقص L على 2 ناقص P على 2 ضرب X وهو عزم P على 2 بالنسبة للمقطع كله يساوي صفر نتحصل على معادلة العزم وهي معادلة خط مستقيم أيضا مع العلم أنه X بين الصفر والL هذه معادلة خط مستقيم هذا هو الخط المستقيم الذي رسمناه كيف رسمناه؟ نحتاج نقطتين لما X تساوي صفر لما X تساوي صفر العزم يساوي P L على 2 لما X تساوي نقطة البداية عند B لما X تساوي L على 2 أم هي في المكسيموم P L على 4 لما X تساوي L فالعزم يساوي صفر نفتح قوس هنا أنه في هذا النوع من البيم assembly supported beam عند support دائما وأبدا العزم يكون يساوي صفر